اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نتمنى ان تقضوا معنا وقتا ممتعا في هذه الامسية عنواننا لهذه المناظرة هل محمد نبي من الله؟ هل محمد نبي من الله؟ بالنسبة للمسلمين فان التساؤل والتحقيق في نبوة محمد هو موضوع غير قابل للجدد هم يؤمنون ويعتقدون الاعتقاد الراسخ بنبوة محمد ورسالته من الله الذي من خلاله تجلت اعلانات الله الكاملة وبحسب اعتقادهم فان الوحي يتسامى ويتعالى حتى على النقد فان محمد هو مؤسس الاسلام وهو مشرع تعاليمه وان امتقاد الاسلام يعني الغاء عقيدة المسلمين بنبوة محمد مرة اخرى عزيزي المشاهدين عنوان حلقة اليوم هل محمد نبي من الله؟ هل محمد نبي من الله؟ انا القص يوسف حبيبي يسعدني ان اشرف على هذه المناظرة لهذه الامسية كما يسعدني ويشرفني ان اقدم لكم ضيفي حلقة اليوم معنى على الهواء الشيخ هشام الحسيني امريكي من الاصل العراقي وهو مدير مركز كربلاء الاسلامي وامام شيعي يخدم وسط جالية عربية غليباتها من اصول عراقية ولبنانية في مدينة ديربون في ولاية ميشيغن الامريكية يعتبر الشيخ هشام الحسيني شخصية فعالة في المجتمع وله الدور الواضح والاكثر وله اكثر من 25 سنة في الامور الاجتماعية خاصة في منطقة دوترويد وسوف يمثل الشيخ هشام الطرف المسلم في مناظرة هذه الامسية ومعنى ايضا على الهواء مؤلف كتاب خدعة الله وهو مؤسس موقع ويهدف هذا الموقع الى تعليم وفهم طبيعة الاسلام ومقارنة تعليمه بالانجيل شارك في العديد من المناظرات في انحاء الولاة المتحدة خصوصا في القضايا المتعلقة بالاسلام والمسيحية وسوف يمثل كشن الطرف المسيحي في مناظرة هذه الامسية فشكرا لضيفي الكريمين لتلبية الدعوة وسوف نستمع لكل منكم في الساعة الاولى كما هو معمول به في مناظراتنا ومن ثم نفتح خطوط الهاتف في الفترتين المقبلتين لتلقي اتصالات المشاهدين واسئلتهم رقم هاتفنا كما هو معروف لديكم جميعا 248-416-1300 لنبدأ الان المناظرة هل محمد نبي من الله شيخ هشام معك سبع دقائق لطرح الموضوع فتفضل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسل الله أجمعين لا سيما خاتمهم أب القاسم محمد صلى الله عليه وعليه وصحبه المنتجبين السلام عليكم جميعا أيها الأخوة الكرام وأيها القسي الكريم يوسف حبيبي شكرا لكم وشكرا لدعوتكم وشكرا للآرامية على هذا اللقاء نسأل الله أن يبارك بهذا اللقاء وينفع الناس به إن شاء الله بما يحب ويرضى لا سيما ونحن في هذه الأيام ذكرى وفاة الرسول محمد صلى الله عليه وعليه وسلم وكذلك قبل يومين كانت في ذكرى وفاة مريم العذراء سلام الله عليها فسبحان الله بين وفاة مريم وبين وفاة الرسول محمد سوف نرى ماذا يوفقنا الله وما ينهمنا لما فيه الخير والبركة من نوريهما من نور العذراء والخاتم نعم السؤال طبعا في البداية أنا حاولت أطلبت أنه نغير صيغة السؤال لأنه هو سؤال هجومي إلى حد ما أو هو سؤال الغائي يعني ينغي رسالة النبي محمد على كل حال لا بأس نحن نحترم آراءكم ونسأل الله أن يوفقنا للوغول عزائي المشاهدين نأسف لهذا العطل الفني وسنحاول بعض لحظات أن نتجازب أطراف الحديث مرة أخرى مع الشيخ خشام الحسيني من مدينة ديربورن في ولاية مشيقين الأمريكية وحديثنا لهذه الأمسية هل محمد نبي من الله هل محمد نبي من الله وعلى ما أعتقد أن هذا الموضوع موضوع هام بيشغل المسيحيين ويشغل المسلمين وهناك منظرات كثيرة ودراسات كثيرة حول هذا الموضوع فأردنا أن نطرحه من جديد عليكم من وجهة نظر أخرى فأعتقد لو نقدر نأخذ الأخ كريشين وبعد ذلك نرجع للشيخ الحسيني بعد أن يتم تصليح العطل الفني على التلفزيون هل معي الأخ كريشين سلام المسيح معك أهلا وسلام بك يوسف أهلا وسلام بك كيف حالك نشكر الرب أمنى أن يعود الشيخ الحسيني أمين نستمتع بهذه المناظرة طيب أنا راح أعطي لك سبع دقائق عشان تبدأ من الآن تفضل سبع دقائق لخديم الموضوع أتمنى أن ننتظر حتى يأتي لكي لا يكون يعني أنه يفترض أن يغد علي فإذا لم يكن موجود سوف أتكلم قليلا حتى يعود هو قال بأنه كان يتمنى أن يكون السؤال ليس بهذا الشكل طيب أخ كريشين وصل الاتصال وصل إلينا مرة أخرى في سوريا راح أخليه يتكلم هلا وبعدين حضرتك راح ترد على الكلام تابعه من وجهة نظرك شكرا أخي كيشين شيخ حشام معنا نعم إن شاء الله أهلا وسلام تفضل نعم لو وضعنا آليات لإثبات نبوة أي نبي فمثلا من خلال المعجزات أو من خلال ما جاء به من كلام سماوي ومن كتاب سماوي من عند الله هاي نقطة ثانيه ومن خلال ما أدت هذه الرسالة من إصلاح في البشرية وسلام ووئام هذه الثلاثة ومن خلال ما وفق الرسول به من ربط الأمة بالله تعالى بالخالق من خلال وضع منهج عبادي لهذا الإنسان فمهمة الرسول بصورة مختصرة هو تحسين العلاقات بين الإنسان والإنسان وبين الإلسان والخالق وبين الإنسان والطبيعة فإذا تابعنا هذه النقاط كلها سنرى بأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وفق في رسالته ووفق في إصلاح البشرية لذلك في هذا اليوم نرى والحمد لله أن أتباع عيسى بن مريم عليه السلام هم مليار ونصف وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم أيضا مليار ونصف تقريبا على كل حال أنا ما أدري إذا يسمح الوقت إلى ذكر بعض إنجازات الرسول محمد من خلال تحريم الوئد من خلال تحريم العبودية واستعباد الإنسان للإنسان الآخر من خلال جعل الناس كلهم أخوة وسواسية على كل حال ربما في الحديث سوف نتابع شيخ وشام شيخ وشاك عندك أربع دقائق لسه شكرا شكرا فإذن يجب أن لأجل أن نحكم على الرسول إذا كان فعلا هو من عند الله أم لا هل جاء بنظام عبادي يربط الإنسان بالله الخالق وهل أوجد نظاما اجتماعيا يتساوى فيه الجميع لا فرق بين عربيا وعجميا إلا بالتقوى خير الناس من نفع الناس الناس كلهم سواسية كأسنان المشط نعم هذه من ناحية ومن ناحية أخرى هل جاء هذا النظام لأن الإسلام هو نظام ورسالة محمد هو نظام ومحمد جاء لأجل أن ينقذ البشرية بعد أن كانت وكنتم على شفا حفرة من النار فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأنقذكم وأنجاكم منها فكان البعض يقتل البعض كان الوئد سائد ودفن البنات الأطفال الأبرياء وإذا الموئودة سئلت بأي ذنب قتلت كان هناك الإنسان يستعبد الإنسان وخصوصا إذا كان متأتي من خلال غزو أو شيء من هالقبيل المرأة لم تكن لها قيمة في ما قبل الإسلام في الجاهلية فجاء الإسلام ووضع نظاما وإني أشبه هذا النظام بسكيل يعني بالميزان والسماء رفعها ووضع الميزان هذا الميزان هو النظام فالإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم هو نظام اجتماعي متكامل لأجل تحسين حالة البشرية في الدنيا وفي الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثم إن هذه المعجزة العظيمة الخالدة التي جاء بها القرآن هذا القرآن الذي لو أنزلناه على جبل أن رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله هذا القرآن الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحواها لا نريد أن ندخل في عصر الكمبيوتر والأرقام ولكن بما جاء به من نظام اجتماعي اقتصادي سياسي بحيث أن محمد جاء من خلال الإسلام ومن خلال القرآن فأوجد نظاما اجتماعيا ثم أوجد نظاما سياسيا وأوجد نظاما اقتصاديا لكن لسوء الحظ أن العالم في هذه الأيام متعصد وكل شيء اسمه إسلام خصوصا العالم الغربي يرفضه لسوء الحظ لذلك ترى أن البشرية وأن العالم يتخبط سواء في أوروبا حتى في أمريكا اقتصاديا على كل حال وليست ربما آسيا بأحسن حال من أوروبا ومن الغرب على كل حال كل اللي أريد أقول هو أنه محمد هو رسول من عند الله أنه أرسلناك مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فالرسول نعم هو نبي وإذا أردنا أن نقارنه بأي نبي آخر بموسى عليه السلام بعيسى عليه السلام بإبراهيم عليه السلام فسوف نرى أن الرسول محمد هو مبشر به بشروا به هذه في النقاط القادمة سوف نتحدث أن الدين عند الله الإسلام هو دين واحد ولكن كل نبي يبني جزءا منه كل نبي يبني قطعة من هذا الدين ويتكامل في خاتمهم لذلك قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دين عيسى هو الإسلام دين موسى هو الإسلام دين إبراهيم هو الإسلام هو الذي سماكم مسلم أبونا إبراهيم عليه السلام الخليل هو الذي سمان وكذلك دين محمد هو الإسلام الإسلام كلمة معناها بالإنجليزي التفويض التسليم إلى الله البارئ وهذا هو دين عيسى ودين موسى ودين إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وسلم كل الأديان هي تبغي إلى عبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك شيخ وشام نعم الوقت انتهى تبعك شكرا شكرا لكم أهلا وسهلا أمعي كمان الأخ كريشيان أهلا وسهلا بك تفضل معك سبع دقائق من الآن أولا نبدأ بالسلام سلام المسيح على الشيخ هشام ونرحب به معنا في البرنامج وأتمنى أن يكون هذا النقاش أن لا يأتي بضغينا بل أن يأتي بالحقيقة السيد هشام قال أولا أن القرآن أو محمد دليل إثبات وجوده كرسول أنه أتى بمعجزات وأنا طبعا أستغرب ما هي هذه المعجزات القرآن يتكلم عن أشياء ليس لها علاقة بالحقيقة وملئ بالأخطاء العلمية التاريخية اللغوية وحتى أن محمد نفسه لم يصدق أنه كان نبيا فإذا ما ذهبنا إلى سورة يونس أقول الآية فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فأسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك أي أن محمد كان يشك بأنه هو نفسه رسول وهنا أنا أتساءل يعني كيف يكون محمد رسولا وقد رأى جبريل وقد أمسك به جبريل وعصره مرات نعدة وقال له اقرأ ثم لا يزال محمد في شك من أمره وهو لا يعتقد بأنه رسول ثم يقول له ربه إن كنت في شك اذهب وقرأ الذين يقرؤون أو أسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك أي الذين هم المسيحيين واليهود ونحن نعلم جميعا أن المسيحيين واليهود آطوا رأيهم بمحمد ورفضوه وبالتالي في هذه الآية تثبت بأن محمد ليس برسول لأنه الدليل الوحيد على ما قاله محمد بأنه رسول هو أن يسأل المسيحيين ويسأل يهود ثانيا يقول الشيخ هشام أن هذا الكتاب كتاب سماوي يعني معنى كلمة سماوي أن يكون هو وحي والقرآن يقول ما ما هو إلا وحي يوحى ولكن كلنا نعلم أن محمد لم يكلم ربه ولم يرى ربه ولم يستمع إلى ربه ولا ربه استمع إليه وإنما محمد يدعي بأن هناك شخص أتى إليه على شكل رجل على شكل عرابي مرة وعلى شكل ملاك بستمائة جناح وطبعا القرآن يقول بأن الملائكة لها ثلاث وأربعة مثنى وثلاث من الأجنحة ثم يأتي محمد ويقول أن جبريل له استمائة جناح طبعا هذا يكشف أن هناك تتلفيق في الكلام وتعارض مع القرآن ثم يقول الشيخ الحسيني أن هذه الرسالة وهي الإسلام يعني قد أدت إلى نشر السلام والوئام يعني أنا أسأله يا شيخ ألست أنت من العراق ولسنا نرى كل يوم في العراق مذابح تتبح بإسم الدين وبإسم الإسلام وكلهم من المسلمين والقاتل والمقتول مسلم أليس محمد وأتباع محمد بل وأحفاد محمد قتلوا على يد المسلمين والإسلام أليس الإسلام من تشر بالسيف والقتل والإرهاب أليس رسولك في كتابه وقال أنه سوف يلقي الرعب في قلوب الناس فإن السلام أن تلقي الرعب في قلوب الناس ناس لم يعادوك ناس لم يحاربوك رسول الإسلام أرسل ثلاثة رسائل إلى ملك كسرى وإلى ملك إثيوبيا وإلى ملك الرومان وقال لهم بما فيه من معنى إما أن تسلموا أسلم تسلم ثم يقولنا الشيخ أن الإسلام انتشر ونشر السلام إلى آخرين الرومان لم يقادلوا الفرس لم يقاتلوا وحتى الأثيوبيين قد حموه وقد آوه فإذ به يتنكر للمعروف ويهاجمهم ثم يقول الشيخ أن الإسلام أتى بنظام منهج العبادة أصلا الإسلام لم يأتي بأي عبادة فالدوران والطواف حول الكعبة كان موجود وهو طقص وثني وتقبيل الحجر الأسود طقص وثني والحجر الأسود كان عبارة عن فرج المرأة قبل الإسلام والآن حتى الآن الصفة والمروة حتى أن المسلمين قالوا حينما طلب منهم أن يقوموا بالصفة والمروة لم يعجبهم هذا الشيء فقالوا لمحمد كيف نفعل ما فعله الكفار فأتت الآية وهي تقول وإنما الصفة والمروة هي من تقوس الله ولا خطيئة ولا جناحة عليكم أن ترتكبوها وكأنما يقول لا بأس أن ترتكبوا الخطيئة فإذن محمد أخذ ما كان يأتي به الوتنيون وجعله جزء من دينه ثم قال لنا الشيخ شام أن هذا دين جديد وعطى منهج للعبادة محمد تارة يصلي إلى الشرق تارة يصلي إلى الغرب تارة يصلي إلى القدس ويدمه فجأة بعد أن قتل اليهود والمصارى يتوجه بالصلاة إلى مكة ويتحوى دينه كله إلى مكة وكأن مكة لم تكن يوما موجودة والمسلمين يقول لنا أن الكعبة كانت مبنية وهي بيت الله الأقدس ثم لماذا كان يصلي إذن إلى القدس ونضيف على هذا بأن السيد هشام يقول أن المسلمين مليار ونص ونحن مليار ونص على ما يبدو السيد هشام لا يعيش في هذا العالم نحن أكثر من ثلاثة مليارات في هذا العالم يا أخي العزيز أما عن وعد الأولاد وهذا فعلا شيء غريب لأن الشيخ العاشمي على ما يبدو أنه لا يقرأ القرآن لأن القرآن يقول ببساطة بأن الذين وعدوا أولادهم كانوا يعني كانوا يعدون الأولاد بناء على أمر الله لا يعني لو شاء الله لما فعلوا وهذا ما قره القرآن إذا ما ذهبنا إلى صورة الأنعام الآية 137 وتقول وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم يردوهم ويلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا ولو شاء الله ما فعلوا أي أن قتل الأولاد ووعد الأولاد كان من أمر الله وفعلوه بأمر الله وبمشيئة الله لديهم وهو قد نسي بأن المسلمين يؤمنون بالقدر فأن تؤمن بالقدر خيرا وشرا وبالتالي فإن كل ما قدر الإنسان هو كان بالأصل مكتوبا في كتاب الله وبالتالي فهو يفعل ما فعل الله وما قال الله وما خصص له الله وبالتالي ليس له زنب فهو يرتكب جريمة أو يرتكب أمرا جيدا هو ما كتب له قبل حتى أن يولد وهناك حديث وهو مذكور في كتب الشيعة أيضا أن موسى وآدم قد تحاجوا فقال موسى لآدم أنت من طردنا من الجنة بسببك أننا طردنا من الجنة فإذ بآدم يقول له ألست ترى هذا أخي كريشان سيد كريشان وقتك قد اتهى شكرا أعطي الفرصة الآن للشيخ خشام للرد لديك خمس دقائق فضيلة الشيخ تفضل شيخ خشام معنا كمان أعطينا الصوت إذا كنا في صورة يعني أعطينا لحظات قليلة وبعدها نرجع إليكم لإصلاح هذا العطل الفني أنتم تعرفون الإنترنت دايما غير مستقر فبعض الأحيان يقطع وبعض الأحيان يرجع فنأسف لهذا الانقطاع وسنكون معكم بعد لحظات في مع الشيخ خشام الحسيني وموضوع اليوم هل محمد نبي من الله بالنسبة للمسلمين فأن التساؤل التحقيق في نبوة محمد هو موضوع غير قابل للجدل كما سمعنا فهم يؤمنون ويعتقدون أن الاعتقاد الراسق بنبوة محمد ورسالته من الله الذي من خلاله تجلت إعلانات الله الكاملة أي الوحي في الإسلام وبحسب اعتقادهم فأن الوحي يتسامى ويتعالى حتى على النقل يعني ما تدرش تنتقد أي شيء فأن محمد هو مؤسس الإسلام وهو مشرع تعاليمه وأن انتقاد الإسلام يعني إلغاء عقيدة المسلمين بنبوة محمد مرة أخرى عنوان حلقة اليوم هو هل محمد نبي من الله أنا مثلا فضلت الشيخ مرة أخرى فضلت الشيخ معنا على التليفون إي عزيزي معارك طيب تفضل عنا خمس دقائق ترد على السيد كريشان تفضل طيب أيضا ما عرف ليش دين لطع بس رح لحنا إجا الصوت أعتقد مرة أخرى طيب خليك مات صوتك مسموعة هل في الستوديو معنا خليك على التليفون ألو ألو معنا الشيخ خشام نعم نعم معك تفضل معك خمس دقائق لترد على السيد كريشان إن شاء الله تفضل طبعا أنا متعجب من شيء واحد نعم إن الإسلام إن الإسلام بالأحرى الإسلام والمسيحية واليهودية هذه أديان سماوية تدعو إلى المحبة أنا أتعجب لقساوة قلب الكريشان أو الشخص الذي معكم وإن روح القدس إذا دخل في قلب تدخل معه المحبة وإن المسيحية أو عيسى هو رسول محبة على كل حال أنا ألمس شيء من الهجومية وشيء من العداء على كل إن أنا سوف أحاول أن أجيب على هذه النقاط لكن لا أعرف لماذا تتسم هذا الإسلوب بالهجومية بالعداء لأن الدين هو دين محبة والذي يحب الله يحب الإنسان من أصلح ما بينه وبين ربه أصلح الله ما بينه وبين الناس وأنظر إلى أسلوب عيسى بن مريم مع ماريا المجدلية ومع الآخرين فأرجو أن تتحلى بالحكمة وباللياقة على كل حال شيء هذا يتبع إلك وكل إنعنب الذي فيه ينضح على كل حال خليني أنا أحاول أن أرد عن بسرعة لأني معك ثلاث دقائق فضل ها يعني راح الدقيقتين ها على كل حال ادخل في الموضوع مباشرة على كل حال إن شاء الله الدين الإسلام يتصف بالعدالة وإن شاء الله أرى شيء من العدالة هنا على كل حال أنا سوف أهاجم أنا أستطيع أن أهاجم المسيحية من خلال عبادتهم للإنسان ومن خلال تأليههم للإنسان ومن خلال أنسنة الإله وتأليه الإنسان أنا أقدر أهجم بنفس الطريقة التي هجمتم بها ولكن لا أعرف إلى أين سوف ننتهي خليني أناقش شغلة وحدة أن القتل والإرهاب الذي يدور في الشرق الأوسط وفي العراق هو من صنع الغربي أولاً وليس من صنع الشرق هو من صنع الذين يخافون من الإسلام أن يتقدم يخافون من الإسلام أن يكتسح الأرض يخافون من الإسلام أن يستوعب كل الأرض وكل الدنيا لذلك حاولوا أن يزرعوا بيننا إرهابيين خرجوا من مدارس غربية وعلموهم الحقدة والكرهية والقتل لذلك لأجل أن يسيئوا إلى سمعة الإسلام ويسيئوا إلى سمعة محمد ويسيئوا إلى القرآن والله أتحداك أعطني أي معجزة سوف أعطيك واحدة منها أو أكبر منها في القرآن وفي الإسلام ولكن يا أخي الدين هو ليس حرب مع اليهودية وليس مع النصرانية بل هو مكمل لها فيجب من المؤمنين المسيحيين والمؤمنين من اليهود والمؤمنين من المسلمين أن يتكاتفوا لأجل إصلاح هذا العالم العالم يتدهور العالم يتفجر وأنت هنا تهاجم وتتحدى وتعادي يا أخي أنزل سيفك والنستحي من عيسى بن مريم والنستحي من العذراء والنستحي من التوراة والإنجيل الذي جاء هدى ونورا للعالمين كفى هذه الهجومات وكفى هذه الاتهامات على كل أن تحر ويمكنك أن تعكس ما في دينك ولكن أقول بأن المسيحية مظلومة من خلال هذا الإسلوب وأنا سوف لن أنزل إلى مستوى هذه المهاترات أولا إذا سألتني لماذا محمد كان يصلي نحو القبلة الأولى بيت المقدس لأن أباه إبراهيم هناك لأن موسى هناك لأن عيسى هناك والصلاة لله تعالى وجهت وجهي لله أينما تول وجوهكم فثم وجه الله تعالى ولكن أراد محمد وأراد الله أن يبين بأن الإسلام هو مصدق للذي بين يديكم من التوراة والإنجيل ومهيمنا عليه إذن هناك مساحة نلتقي بها وهناك مساحة جديدة لأن الإنسانية بعد كل خمسمائة سنة تحتاج إلى تجديد تحتاج إلى تزديد خصوصا حينما يعبد الإنسان إنسانا ولا يعبد الله الواحد الأحد وهنا أتحداك يا أخي مثلما هاجمتني أهاجمك أتحداك إن جئتني بالإنجيل بكلمة واحدة يقول عيسى بن مريم عليه السلام ابن الصديقة الطهرة يقول أنا الله فاعبدوني حاشا لله إنه كلامكم وإنه كفركم وإنه إلحادكم أنتم الذي غيرتم كلام الله وتحرفون الكلمة عن مواضعه فكفاكم هذا التغيير وهذا التحريف وعودوا إلى مريم عودوا إلى عيسى عودوا إلى النور الذي جاء من عند الله إلى التوراة والإنجيل وكفى هجوما لأن الذي يهاجم هو الضعيف وإنما الذي يمد يده إلى السلام هو القوي شكرا جزيلا شيخ وشام وقتك انتهى سأعطي أخ كريشين خمس دقائق للرد على الشيخ وشام فضل أخ كريشين فضل صراحة يعجبني يعجبني استنفار الشيخ وشام وأنه يقول أن من يهاجم هو الضعيف وهذا يعني أن محمد هو إنسان ضعيف فنحن في كتابنا كله لا نهاجم أحد ولكن المسلم لا يمكن أن يصلي صلاوته الخمس قبل أن يشتم المسلمين أي غوصا الشيعة المسلمين وأبو بكر وعمر وغيرهم وحتى عائشة وبعد ذلك في صورة الفاتحة في الآية رقم سبعة ويقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي أن صلاة المسلم لا تكتمل إلا إذا شتم الناس ثم يتكلم الأخ العزيز على أن نعود إلى كتاب ونعود إلى المحبة ثم خينما يتكلم المسلم يعني عن المحبة هل بإمكان الشيخ وهل يدعو أتحدى هل يجرو أن يقرأ لنا الصورة رقم خمسة الآية رقم أربعة عشر وهي لتقول بأن الله سوف يفيد الناس ويفيد النصارى تحديدا بالعداوة والبغضاء بينهم وبين بعض كيف تجرؤ أن تتكلم عن المحبة وأنت رسولك وكتابك يقول وبالحرف الواحد وليس هذا كلامي أولا يصفن بالكفار لو قلنا أن السيد هشام كافر لجن جنونه ثم يصفن بالكفر ويقول أنه هو إنسان لطيف مسالم ويقول كتابه أن الله ومن الذين قالوا إن أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما دكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة والمضحك المبكي أن صورة المائدة تقول الآية رقم واحد وتسعون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء وإنس بالآية رقم خمسة في نفس الآية عفوا للصورة تقول في رقم أربعة عشر بأن الذي ينشر العداوة والبغضاء بين الناس وخلوصة بين المسيحين هو الله فكيف تجرؤ يا هذا أن تقول بأنكم أهل حب وأهل محبة وتنشرون السلام ثم تدعي بأن الغرب هو من نشر الأرهاب يعني هل كانت أمريكا موجودة حينما كان رسولك يقتل الناس يمينة وشمالا هل سوف تتهم أمريكا بأنهم هم من قتلوا أحفاد محمد هل ستتهم عائشة بأنها كانت عميلة للسي آي اي ما لا تقول يا هذا صراحة المسلمين أرى فيهم أجبا عجابا ثم يقول أن الإسلام يعني ليس فيه تعصب أنا أتحداه وأسأله لماذا في إيران الآن مساجين المسيحيون كل جريمتهم أنهم بشروا بالدين المسيحي وهناك قسيس سوف يعدم قريبا فقط لأنه ترك الإسلام وأصبح مسيحيا ثم تتكلم عن التعصب أنت في أمريكا تتكلم عن الإسلام وتبشر في الإسلام ولا قتلوك ولا صلاحة ولا شبها لك ثم إذا ما سألناك سؤالا بسيطا تقول أننا نعبد إنسانا يا رجل ألستم أنتم أهل الشيعة تقول تقولون بأن أهل البيت هم أنوار هم أنوار إلهية بل أنكم تقولون بأن العالم كله خلق من أجل أهل البيت فمن الذي يعبد بشرا ثم تقول أن المسيح بشر وتقول أعطني آية يقول فيها المسيح أن الله فاعبدوني أولا المسيح لن يقول هو الله لأن الله رب المسلمين هو ليس ربنا وليس لنا به علاقة لا من قريب ولا من بعيد نسي الشيخ بأننا حينما نستخدم كلمة الله نستخدمها بمعنى الرب وأما إله المسلمين الذي يعبدوه وهو الساق نحن ليس لها علاقة لا به ولا من قريب ولا من بعيد المسيح يقول وهذا كلامه وليس كلامي أنا قال الرب لربي سأل المسيح اليهود عن المسيح فقال لهم ما رأيكم ماذا تقولون في المسيح قالوا له إنه ابن داود فقال لهم إذا كان هذا هو ابن داود فكيف يقول له داود قال الرب لربي اجدس على يميني وطبعا هذا موجود في إصحاح في إصحاح متى 22 وبإمكانك أن تقرأ من الآية 42 إلى آخر الآية فيقول لهم المسيح أن إذا كان داود يدعوه ربا فكيف يقول له ابنا فأنت تقول أين المسيح قال أنه رب ها هو يقول أنه رب هل سوف تصدق؟ لن تصدق ثم نعود إلى أمر آخر أنت قلت الوعاء بما فيه ينضح حينما يقول محمد بالحرف الواحد من من تبجح أو من تفاخر أو من يعني طعب بالجاهلية فعضوه بهن أبيه أي بمعنى اذهب وعض أخي كريشان وقت قد انتهى شكرا جزيلا شكرا جزيلا أخي كريشان أعزائي المشاهدين سنأخذ وقفة قصيرة وبعدها نرجع اليكم فابقوا معنا وفي هذه الفترة المقبلة سنأخذ بعض رقع التليفونات من المشاهدين فابقوا معنا شكرا جزيلا للمشاهدين شكرا جزيلا للمشاهدين 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر عزير بن الله وقالت المسيح وأن صارى المسيح بن الله ونحن نقول أن محمدا عبده ورسوله أرجعنا العبودية إلى الله الواحد الأحد يا أخي من هو ربك أليس الله الواحد الأحد ومن هو رب موسى وعيسى أليس الله واذكر نعمتي عليك وعلى والدتك يا عيسى ولا تجعله ربا يا أخي تنصل وتنزه عن هذا الكفر وارجع إلى عبودية الله الواحد الأحد الذي خلق عيسى والذي خلق مريم والذي خلق إبراهيم إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ارجع يا أخي واعبد الله الواحد الأحد ولا تعبد الإنسان تعالى سوية لنحرر الإنسان من عبودية الإنسان لأن الإنسان إذا عبد الإنسان سوف يعود ويهيمن ويحتل أراضيهم ويبتز خيراتهم نعم إن كثير من هذه السياسة هو إنعكاس للمبادئ الكافرة التي تعبد الإنسان وتؤله الإنسان لأن الإنسان إذا قال أن عيسى عليه السلام هو إله وهو أبيض وهو رجل فقد ظلمت بالمرأة ظلمت بالمرأة شكرا جزيلا فضيلة الشيخ السلج دقائق انتهت أعطي السيد كريشن لو سمحتم السيد كريشن والشيخ وشام إحنا خرجنا عن الموضوع هل لا إحنا دخلنا في إلهية المسيح ودخلنا في شيء آخر إحنا موضوعنا النهاردة هل محمد نبي من عند الله فضلت الشيخ تكلم والأخ كريشن تكلم فخلينا نحصر أفكارنا في هذا الموضوع عشان ما نقلش لموضوعات أخرى لها حلقات أخرى سيد كريشن اتفضل تلت دقائق طيب شكرا أولا هو قال طبعا لا بد أن نجيب عليه حتى لو أنه خرج عن الموضوع هو أصلا هدفه أن يخرج عن الموضوع لأنه لا يستطيع أن يشبت أن محمد هو رسول أما أن المسيح هو مخلوق يا سيدي يا عزيزي قرآنك يقول في صوت العمران بأن المسيح هو كلمة الله وهو روح الله وأيضا أنتم كل المسلمين تتفقون بأن كلام الله غير مخلوق وبالتالي كلامك مردود عليك والمسيح ليس بمخلوق بل إنه بخالق في صوت العمران الآية رقم 49 تقول أن المسيح ينفخ في الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا يقول المسلم أن هذا بإذن الله هذا ابناءك وهذا كلامك هل لديك دليل؟ أأتي ببرهانكم إن كنتم صادقون أما عن قولك يا رجل بأن نحن لدينا حقد أنا قرأت لك آية من القرآن سورة المائدة الآية رقم 14 تقول بأن الله سوف يبس العداء والضغينة والكره بين المسيحيين وتتكلم عن الحقد تدافع عن أمريكا وأنت تحمل جوازا تدافع عن إيران وأنت تحمل جوازا أمريكيا هذا يثبت بأنك تمارس التقية هو ترسل الله والتالي حتى رسولكم يقول وأنت تقول بأن دفاع الله عن نفسه هو بالكذب ولهذا نرى القرآن يقول بأن الله قد شبه بالمسيح شخصا يشبهه فدافع عنه بهذه الطريقة وبالتالي إن الله في القرآن غشاش المسيح نهانا حتى نقسم إما أن نقول نعم نعم أو نقول لا لا أما رسولكم وقرآنكم فأجاد لكم الكذب في ثلاث للزوجة وللعائلة وللأصدقاء وللأعداء فأنا أسألك من بقى لم يبقى حد أما أنت تقول عائشة رضي الله عنها أنا أتساءل وأتعجب هناك آلاف التسجيلات للشيخ الشيرازي وغيرهم وحتى الخميني الذي قال في كتابه في تأخير وسيلة الصفحة 241 يجوز التمتع بالرضيعة حتى الرضيعة رخصت بها بالتمتع جنسيا وتقول هنا أن هذا كتاب إن الله حتى الحيوانات تقبل أن تفعل ما يفعل به رسول الله الذي تقول أنه رسول تمتع برضيعة عمرها يوم واحد وهذا في كلام الخميني وأنا أتحداك أن تدين كلام الخميني وتقول أن الخميني ليس بمسلم بل أنك تدافع عنه وتدافع عن إيران وكأنك إيراني شكرا أخي كريشان وقتك قد انتهى فضلت الشيخ تفضل رد على أخي كريشان أخذ الوقت هذا العميل الصهيوني أخذ الوقت هذا الكاثر عندك ثلاث دقائق تفضل طيب يا أخي أقسم بالله أن هذا عميل صهيوني وأنا لا أتشرف باللقاء والمناظرة مع عميل صهيوني إنه يكره عيسى إنه يكره التوراة والإنجيل لأنه يسيء إلى المسيحية بهذا الإسلوب يسيء إلى الله بهذا الإسلوب ويتهجم يا أخي نحن نريد أن نتعاون مع المسيح ومع أتباع عيسى بن مريم لأن ديننا هو دين مكمل لدينكم وهناك أواصر والتقاءات أنت تريد أن تشحن العداء والبغضاء ولا يعمل ذلك إلا الصهاينة الذين يريدون أن يوقعوا العداوة بين أمريكا وإيران بين المسلمين وبين المسيحيين وهذا دورك أنت الآن تقوم به والله أنك عميل صهيوني والله أنك مدفوع من قبل الصهاينة والله أنك تدافع عن الصهاينة وتريد أن توقع العداوة بين المسيح والإسلام لأنهم أكبر الأديان أنك صهيوني تريد أن تشحن الحرب وتشحن البغضاء بين المسلمين وبين المسيحيين ونحن في العراق والله أنا كنت في جامعة بغداد أذهب إلى الكنائس وأدعو لهم ويأتون معي إلى حضرة الإمام الكاظر عليه الصلاة ويصلون معي وكنا ولا نزال نعيش سوية لكن من أمثالك العملاء الصهاينة الذين يريدون أن يزرعوا البغضاء ويشيعوا الفحشاء بين الناس أنتم لا تستحقون هذه الفرصة لأنكم تلوثون اسم المسيحية أنت أنت بالذات أيها العميل الصهيوني تلوث سمعة المسيحية تلوث سمعة عيسى بن مريم تلوث سمعة العذراء سلام الله عليها لذلك أنا لا كنت أعلم بأن المستوى بهذا الضحالة وأن الذي معي بهذا المستوى أنا أتنصل وأنا أتسامى عن مثل هذا اللقاء مع مثلك أيها الصهيوني العميل الذي تريد أن توقع العداوة بين المسلمين وبين المسيحيين والله أسأل الله أن يستيقظ أخواني المسيحيون وأن يرفضوا من أمثالك الذين لا يحبون إلا الحرب ولا يحبون إلا الدماء ومع ذلك أقول لك أن الدنيا لا تزال فيها خير وسوف يعود عيسى بن مريم ويعود معه المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان فيبلأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئ الظلما وجورا نعم أنا أؤمن بأن الأديان فيها عوامل متناظرة يعني عوامل ديناميكية وعوامل متشابهة عوامل متغيرة أما التشابه فهو الاثنى عشرية عيسى بن مريم كان معه حواريون اثنى عشر وموسى بن عمران كان معه اثنى عشر من القبار من إسرائيل ومحمد كان معه شكرا فضيلة الشيخ ثلاث دقائق انتهي هروح مع لك كريشان كمال مرة أعطي لك ثلاث دقائق عشان ترد على الشيخ خشاب الغريب أنه اتهمني بالصهيونية وأنا حتى لم أدافع عن إسرائيل كلما سألته كيف تقول كيف تهاجم أمريكا وتدافع عن إيران ونحن ليس لنا عراقة طب الموضوع بإيران هو من تكلم عن إيران نحن يتكلم عن القرآن وإذ به يقفز إلى إيران ثم تقول أنكم دين سلام أليس في الآية في القرآنك تقول ولا تهنوا ولا دعوا إلى السلم وأنتم الأعلون بمعناه أنكم لا تقبلون السلم طالما أنكم أقوياء ولكن طالما أنكم أذل فتأتون إلى السلم هذا هي التقية أنتم شعب كاذب ومنافق ولا تقول الحقيقة كما هي وتقول أننا نحن نحاول أن نفضلق بين الناس أنا أطيتك آية من القرآن تقول أن الله ينشر العداوة والبغضاء بين النصارى لم ترد عليها هل هذا يعني أن ربك عميل؟ هل هو عميل للصيونية؟ أليس إلهك من قال أني سوف أنشر العداوة والبغضاء بين النصارى؟ ليس لك رد عليها فألتك عن الخميني الذي أحل الاستمتاع بالرضيعة ليس لك رد عليها أنت تخرج عن الموضوع لأنه ليس لك رد وبالتالي أنا أسألك للمرة الأخيرة لماذا لا تجيب؟ الخميني قال أنه يجوز أن يستمتع المسلم بالرضيعة هل هذا هو الإسلام أتحداك أن ترد؟ وسوف يعطيك المايك ولن ترد ولو حتى بعد عشرين سنة وكلما سوف تقوله أنت صهيوني لم أتكلم حتى عن إسرائيل بكلمة أنت من تكلم عن إسرائيل ثم تعال هنا أليس إلهك من قال بأنه فضل إسرائيل على العالمين؟ أليس هو الذي قالهم في صورة المائدة الأياء 21 يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم؟ أي أنها أرض كتبها الله لليعود ثم تسألني لماذا هي إسرائيل موجودة؟ اسأل ربك الذي أشاع هذه الحرب وهو الذي أعطاهم هذه الأرض وهو الذي نشر الرعب بين الناس وهو الآن سبب الحرب بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين ولست أنا من قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم هذا إلهك اسأله هل كان هذا الإله أحمق حينما قال هذه الأرض هي أرض إسرائيل هذا ليس إنجيلاً بل هذا قرآن يقول هذا الكلام فلا تتكلم عن إسرائيل إن كنت لا تطيع أن تواجه بهذا الموضوع وأنا أعيد إليك الكرة أتحداك أن تدين الخميني الذي قال ويجيز الاستمتاع بالرضية والتفخيذ لها وأتحداك أن تقسم بربك ويجود لك أن تكذب بالقسم وتعلم أنت هذا لأنك لا تستطيع أن تكذب عن الناس فالناس سوف يذهبون للإنترنت وسوف يحسون في اليوتيوب عن شكم عائشة من قبل الشيعة أنت تقول نحن لا نشتم عائشة بل أنك قلت عائشة رضي الله عنها منذ متى القرآن شكراً أخي كريشان وقتك قد انتهت سأعطي الشيخ مرة أخرى الفرصة لثلاث دقائق أخرى للرد فضلت الشيخ إن شاء الله أولاً هناك آراء عند المراجع ولكن حديثنا هو ليس عن السيد الخميني رحمة الله عليه عشان هيك أنا قلت خرجنا عن الموضوع أنا دا أصلح بسمهلني حديثنا عن الرسول محمد لذلك إن هذا الصهيوني يريد أن يفتح مجالاً بين الشيعة والسنة هو الذي يدابع عن عائشة رراني الله عليها هو يريد أن يفتح الحرب بين الشيعة والسنة هذا صاحبك الصهيوني لكن أنا أرجع وألقي الكرة في ساحتك لأنك أنت مدافع عن الصهيونية أعطيني التليفون لو سمحت إذا كان التليفون جاهز نأسف لننغطع الآخر النهاردة عندنا يعني الوضع غير الإلكترونيات غير مستقرة اليوم الإنترنت طبعاً مش في ما نقدر نتحكم في يعني الإرسال طبع الإنترنت فمرات بيجي ومرات بيروح لكن خلينا نوقف الساعة تابعة الإقاف لو مرة أخرى طيب غير الساعة الإقاف حطها لو سمحت على دقيقتين ونص كمان طيب تفضل فضلة الشيخ هلو أيو تفضل أنت مع التليفون هلأ تفضل طيب 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 أنا أرجع وأقول ما أعرف ليش بس أجيب اسم إسرائيل هذا التليفون ينقطع أو الكمبيوتر ينقطع طيب نرجع إلى الحديث يا أخي أريد أن أبشرك بأن الله تعالى قال عن بني إسرائيل فظلنا بني إسرائيل على العالم حينما كانوا يتبعون موسى بن عمران ويتبعون أنبياءهم ولكن حينما راحوا يقتلون الأنبياء غضب الله عليهم فأصبحوا من المغضوب عليهم وأمر المسيحيين أحبانا وأعزانا الذين راحوا يؤلهون الإنسان فظلوا عن الطريق هذا ما نراه في معقدنا ولكن هم أهل الكتار ولكن هم من الأديان السماوية المحترمة لكل حال شيخ هشام موضوع ولهية المسيح هذا موضوع ممكن نناقشه لحال وموضوع في حلقة أخرى طيب صاحبك لهذا الذي يرتاح المواضيع ويدافع عن عائشة ويهاجم الخبيل هذا صاحبك يا حبيبي يا أخي على كل حال دعني أكمل لي أن هذا وقت يضيع طيب أن أبشرك أن الله دافع عن بني إسرائيل حينما كانوا في استقامة ولكن أبشرك ببشارة في القرآن قالها الله تعالى وإذا جاء وعد أخراها هناك كرة أخرى لأن الصهاين هم ظلم الآن وهم يقتلون الأبرياء في فلسطين والعملاء من أمثالك يدافعون عنهم وعن جرائمهم لذلك أقول لك أن القرآن يبشرنا بعودة المسلمين إلى القدس وقريب وإن شاء الله سوف يطرد من أمثالك الصهاينة من القدس الشريفة التي دنسها الصهاينة من أمثالك والأعوان إسرائيل من أمثالك فأبشرك ببشارة بشرنا بها رسول الله محمد من عند الله تعالى في القرآن الكريم سوف يأتي اليوم القريب الذي يدخل فيه المؤمنون إلى القدس ويطرد من أمثالك ويرجع التعايش بين المسلمين وبين المسيحين شكرا فضيلة الشيخ الوقت انتهى يريد خليك معي على التليفون وعلى السكايب عشان إذا نقطع السكايب نروح على التليفون خليك على التنتين مع بعض خليك معي على التليفون عشان نقطع السكايب نروح على التليفون مباشرة من غير تعطيل شكرا أخ كريشن تفضل مع قتل الدقائق المسلمين لديهم عقدة وهي إسرائيل فهناك حديث يقول عن محمد أنه لو لا بني إسرائيل لما فسد اللحم يعني حتى البرار نحن نستخدمه اليوم بسبب الإسرائيليين ثانيا هو الذي فتح موضوع إسرائيل وليس أنا وهو الذي فتح موضوع عائشة وليس أنا وهو الذي تكلم عن السلام والإرهاب أنا أنا سألته أسئلة واضحة ولم يجيب وحتى الآن لم يستطيع أن يجيب أنا سألته ببساطة يا رجل إلهك يقول أنه سوف ينشر العداوة والبغضاء بين المسيحيين أين الرد؟ ليس هناك رد من أول الحلقة يا رجل أنت تقول الآن بأنكم سوف تقتلون اليهود وسوف تقتلون الإسرائيليين وسوف تنتصرون عليهم وسوف تطردونهم وفي بداية الحلقة قلت لنا أن الإسلام ينشر السلام فألم أنت تناقض نفسك بنفسك وتكشف عن وجهك الحقيقي التقية لن تنفعك المسلمين الشياء يمارسون التقية في كل شيء حتى في اللبن الذي يشربوه هم شعب تمرس في الكذب وعاش على الكذب ويموت على الكذب وهو يقول لك أنهم هم من يمدحون عائشة وهم يلعنون عائشة ليلة نهار وأبو بكر وعمر وعثمان ثم يقول لك رضي الله عنها يعني بأي الألاء ربكم تكذبانا يا أهل الشياء وأنا لست من أفضلق بين الشياء والسنة أنتم تكرهون بعضكم البعض أنا أعطي لك وقائع ولا أستمع وقائع هي موجودة أنتم قتلتم بعضكم البعض وليس المسيحين أو اليهود من أوقع بينكم فلماذا ترني كل أشراركم على اليهود أو المسيحيين ثم سألتك نسال بسيط أنت تقول أن في القرآن مؤجزات أنا أتحداك أن تجيب ببساطة من خلق الله أولا الشجر أم النجوم سؤال بسيط إذا ما سألناه لطفل في السادسة من العمر سوف يجيب وسوف يرى الجميع أن الشيخ الحسيني مع كل علمه الذي هو غير معلوم ومع كل جعله الذي هو معلوم لن يجيب من خلق الله أولا الشجر أم النجوم وأنا أعطي ما تبقى من وقتي بهذا الشيخ الفضيل لكي يجيب ولن أتهمك بأن تكون صهيونيا لأنك لا تحلم شكرا تليفونات أعزائي المشاهدين تليفونات لازم تكون موجهة لموضوع الحلقة المكالمة التليفونية راح تكون مش موجهة لموضوع الحلقة راح ألغيها فخلوكم يعني بالتحديد من غير هجوم من غير تهكم على أي شيء خلينا في الموضوع وأسئلتنا ومكالماتنا وتعليقاتنا تدور على موضوع اليوم معي مكالمة تليفونية من الأخ رائد مساء الخير سلام المسيح معكم ومع روحك أيضا شكرا بس ردت أسأل سمحت الشيخ أيوة أنه من دي جاوب يعني أنه سأله خلي ينطي معجزة عملها وحدة يعني معجزة وحدة أم سويها محمد خلي ينطيها هاي المعجزة وخلي يذكر أنه هو نبي خلي يذبط له لا يتهجم لا يعني لي يتهجم أنه دين نعرف أنه هو حق هو المحبة والسلام أول سؤال شكرا أيوة أيوة أنت معي ثاني سؤال يقول الإسلام جاء من المسيحية وجاء من اليهودية زياني المسيحية واليهودية من أبونا ابراهيم كانوا حرّضوا على القتل حرّضوا على كل شي هذا سؤالي طيب يعني أنت بدك الشيخ الشيخ يرد على هذه السؤالين تفضل الشيخ الشيخ أعتقد أنك استماعت إلى الأسئلة من المشاهد نعم أولا كثيرة هي المعجزات التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله أولا امهلني امهلني فضل أولا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر فإذا شق الله البحر لموسى بن عمران فقد شق القمر لمحمد وحينما نزلت ناس الفضائية على القمر وجدوا هناك رينج روح للإنترنت وعلى بوجل اكتب سيبلت ذامون رينج الراون ذامون ترى أن الله سبحانه وتعالى قد فلق القمر لمحمد هذه أول المعجزات ثانيا عرج به إلى السماء وكلم الله تكليما كما كلم موسى وإبراهيم سلام الله عليه وهناك لا يستسع الوقت طيب الشؤال الثاني عن معجزات الله عن معجزات الله تعالى في كل خطوة أنا أدعوكم إلى متحف كربلاء الذي يقارن بين معجزات عيسى وموسى وإبراهيم ومعجزاته محمد تفضلوا وزورونا ففي كل مكان هناك هناك نظائر يعني مثلا هناك العذراء مريم سلام الله لسيدة سالعالمين هنا فاطمة الزهراء هنا ذبيح آل إبراهيم يحيى بن زكريا هنا ذبيح آل محمد الحسين هنا المنقذ لآل إبراهيم عيسى بن مريم القائم هنا المهدي القائم وهنا وهنا 12 أصباط هنا 12 ممكن تجيب على السؤال الثاني تابعه ممكن تجيب على السؤال الثاني تابعه اللي هو اللي هو لو سمحت اللي هو اللي بيقول الإسلام جاء من اليهودية والمسيحية لا كلا أولا أولا أريد أن أقول لك أن هناك قاعدة مشتركة بين الأديانس الثلاثة الإبراهيمية المسيحية واليهودية والإسلام وهي التوحيد قاعدة التوحيد لأن هذه الأديان جاء بها أبونا إبراهيم ثم عززها وجاء أيوة طيب انقاطع الإرسال خلينا أخذ مكالمة من الأقفالي أولا سلام النسيح معك عزيزي ومع روحك أيضا فضل ومع كل الضيفين الموجودين معك شكرا الشيخ الحسيني يخرج عن الموضوع مرارا وتكرارا فقضيته بخصوص المسيحية ذاها جانبا عزيزي الشيخ أنا من العراق وتحياتي للعزيزي الشيخ وتحياتي لكريشين بوليس أيضا أول شيء أنا مدرع للمناظر وأنا عندي كم نقطة أولا نتكلم عن الإرهاب عزيزي وأنا أسأل الشيخ قضية مقتل الحسين أليس ترهاب؟ أليس أن يأخذوا في أحد يزيد بالمعاوية يأخذون أهل البيت من العراق من الكوف والبصة إلى الشام أليس ترهاب؟ بل أود أن أقول أود أن أقول هذا قال الإمام الباقر كيف ما يقول الإمام الباقر؟ يقول أنه أخذ خلينا أفتح الكلام بس بسرعة عشان مكالمات أخرى لو سمحت خليك في النقطة لأنت ألتنا النقطة الأولى شو نقطة ثانية؟ بس حبب أبوحاً أن أقول هذه الجزء أليس أن يقول من أخذ الإرهاب؟ إمام الباقر يقول قتلت شيعتنا بكل بلدة وقطعت الأيدي والأرجل ومن يذكر بغبنا والانقطاع علينا السجنة أو نقطة مالة أو هدمت دارة هل هذا إرهاب؟ هل هذا إرهاب أمريكي أو سهيوني؟ هذا إرهاب من جمهور العزيزي هذا إرهاب أحد نعم يعني أبوات محمد أي نبوة تسلم؟ قالوا ساقط محمد قالوا له أخرج لنا ماء عشان نؤمن فيك كما كان موسى يقفل ماء كان يعمل معجزات عطينا معجزة محمد لم يجب المعجزة بل وأخذ عنه أهل القرية أهل المحمد الخط بيتقطع طيب طيب الأخ كريم مساء الخير تفضل نعم السلام عليكم ورحمة الله أهل المسلم السلام عليكم الصوت مسموع جيد؟ آه مسموع جيد تحية لك إلى ضيفيك الكريمين الشيخ حشام والسيد كريستيان طيب تفضل طبعا مثل ما سمعنا أنه المتنارران خرج عن بحث عن الموضوع بس يعني أنا ما حب أدخل في التفاصيل اللي هم دخلوا بيها أيو لكن أسأل أسأل السيد لكريستيان أهل أنه في صلب الموضوع وهو هل أن الرسول صلى الله عليه وآله هل هو نبي؟ طبعا هذا السؤال هو بالحقيقة يعني أنا اتفاجأت به إذا ريد يعني نسبة أنه هو نبي أو هو نبي الأكبر أرحل الأصل يعني كل شيء في أصوله الأصل هو نبي فإذا كان عكس ذلك لازم هو يبيننا يعني إبتعاءات يبيننا شغلات يقينية يعني أنه غير نفس هذا الشيء الشيء الثاني طبعا هذا السؤال السؤال الثاني أيوه أيوه أطلب من السيلك كريستيان أيوه يعطيني تفاصيل الحياة بالنسبة للدين الكريستيان يعني مثلا نفسنا عندنا قانون يعني عندنا قانون شو سؤال رقم اثنين لو سمحت شو سؤالك رقم اثنين رقم اثنين أريد قوانين القوانين الإلهية القوانين الدينية بالنسبة للمسجح مثلا احنا عدنا في الموت عدنا قانون في الجلوس عدنا قانون في الصلاة في الصوم في كل شيء عدنا قانون يعني انا اسسمه بالمحاضرة القيس اشخاص النفسي من نروح الكنيسة ونتمكن ربما اي احد بيروح يعني احنا مو نشوف قوانين بس الخطيئة والمعرفا chinese انا اريد قانون في الاكل مثلا عدتم قانون في اللحام ومعم في الموت ما في قانون ما في قانون يعني بس الخطيئة والمعرف إيش واليسور وما احتراماتنا طبعا يعني لازم إذا هو يقول إحنا الدين على حقيقة ودين صحيح ودين يعني قطيني القانون الحياة أنا أسترد أصير أنا مسلم وأسترد جزاعة من الإسلام وأسترد أصير مسيحي لازم في منظومة للحياة يعني مثل ما أسترد مسلمين عدهم قوانين في الوضوء في الصلاة في الصهارة في الزواج في كل شيء المسيح بطوني وين قوانينكم شكرا فهمت مقصودك من السؤالين فأعطي الفرصة للأخ كريشان أنه يجاوبك هل الرسول النبي وأعطينا القوانين التي تتبعها المسيحية في عبادتها في تشكيلها في ممارساتها الحياتية في كل يوم أخ كريشان كتابنا هو كتاب القوانين وليس كتابكم يا عزيزي فإذا ما قرأت إذا كتاب التفنية سوف ترى هناك كل تفاصيل الحياة بالتفصيل الممل حتى إذا ما سرق فلان حمار فلان ما هو القانون أما في قرآنك حتى الاغتصاب تصور ليس هناك عقوبة للاغتصاب في الإسلام بل أنكم قلتم بأن الاغتصاب لا حد عليه يعني أنتم قضيتم عمركم تتعلمون قوانين كيف تغسلون أعضاءكم التناسرية الله لديه وقت لكي يكلمكم عن النملة تكلم سليمان وليس لديه وقت لكي يكلمك ما هي عقوبة للاغتصاب بل أنه ليس هناك عقوبة ثانيا تقول مؤجزات محمد السيد الحسيني قال أن محمد قال إن شق القمر يا أخي هذه الآية تثبت بأن محمد شخص يجلب لماذا؟ لأنه يقول سنت الساعة وانشق القمر يعني أن هذه كانت علامة من علامات الساعة ولم تأتي الساعة ذهب ألف عام وذهب مئات الأعوام بعدها ولم تأتي الساعة ويدحكون على النملة يقولون أن القمر انشق لو انشق القمر للحظة لدمرت الأرض على الأقل بالطوفان وكلما رأاه محمد كان عبارة عن الخسوف أو الكسوف فأعتقد محمد بأن هذا انشقاق القمر واسأل نفسك يا هذا لماذا لم يرى انشقاق القمر غير محمد وكيف تقول اقتربت الساعة أما عن المعجزات الأخرى فإن صورة الطارق تقول بأن الرجل والمرأة ما يأتي من صلب الرجل يعني القرآن يؤمن بأن ماء الرجل يأتي من عظام الظهر وهل هذا كلام العلمي بل أنه يقول أن ماء المرأة يأتي من الترائب وهو موقع القلادة هل هذا كلام علمي كيف يقول رب المسلمين بأن المرأة لديها نطاف وهذا النطاف يأتي من صدرها وماء الرجل يقول محمد فيه أبيض وغليز وماء المرأة هو أصفر ورقيق وحينما يلتقي الرجل بماء المرأة وبماء الرجل يكون الحمل وهذا يثبت بأن محمد يكذب سأدت سؤالا بسيط على سبيل المثال في صورة فصلة الآية رقم اقرأ من الآية تسعة وعشرة وإلى آخره وقرأ في صورة النازعات من الآية اثنان وعشرون ثمانية وعشرون تسعة وعشرون ثلاثون وحوة ثلاثون واحدة تقول أن الله خلق الأشجار أولا ثم خلق النجوم والآية الأخرى تقول أن الله خلق النجوم أولا والأشجار ثانيا هذا تناقض وقرآنك نفسه يقول لو كان هذا الكتاب من غير عند الله لو وجدتم فيه اختلافا كثيرا أي أن القرآن قال بما فيه بالحرف أن التناقض هو الدليل على أن هذا الكتاب من عند الله أو لا وهذا كلام القرآنك وإذا قرآنك فإذا كان الله قال إذا ما وجدنا تناقض هذا ليس القرآن وهذا ليس من عند الله شكرا أخي كريشين عزائي المشاهدين أنا سأأخذ وقفة قصيرة وبعدها نرجع في النصف الساعة الأخيرة اللي نعطي الفضيلة الشيخ والأخ كريشين أنه يقفلوا موضوعه اليوم اللي بتتحدث عنه وبعد أن نفتح الفرصة بعد ذلك لبعض التلفونات الأخرى شكرا تبقوا معنا شكرا للمشاهدين 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 ترجمة نانسي قنقر 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 أريد أن أسألك يا أخي لأن مساحتي جدا ضيقة أريد أن أسألك بأن عيسى عليه السلام هل هو عابد أم عبود ألم يقل أني أعبد ربي أعبد أبي أعبد أصلي إلى الله قل لي أين تقول التوراة والإنجيل بأن الله يصلي لعيسى أسألك بالله وأسأل الله أن يظهر الحق بهذه الليلة بحق عيسى بن مريم ومأمه العذراء من يعبد الآخر عيسى يعبد الله أم الله يعبد عيسى لذلك يا أخي ارجع إلى ضميرك ارجع إلى عقلك وكفة عن التهجم أيها الحاقد أيها الصهيوني ما هذا الحقد والكراهية أنا أتعجب والله أن المسيحية بريئة منك ومن أمثالك وأن الآرامية هي أكبر من أن تخرج أناسا مثلك لا أستطيع أن أتهجم على عيسى ولا على موسى وأنت تهاجم نبي بعدين أنه أصلا هو الموضوع بأساسه ليس بعادل لأن نبينا محمد فتريدني أن أستسلم إلى كفرك إلى حقدك إلى نقافك إلى نفاقك إلى صهيونيتك يا أخي ما هذه المزعطة ما هذه المهزلة والله إنه ظلم اللهم إجهد على كل حال أنا أدافع عن مبادئ عيسى ومبادئ موسى ومبادئ محمد لأنها كلها واحدة ولكن هناك بعض التغييرات لأن البشرية كل خمسمائة سنة تحتاج إلى تغيير أن القاعدة المتشابهة هو عبادة الله الواحد الأحد لا تكفر أحد نحن لا نكفر اليهود ولا النصارى الذين يتبعون عيسى وموسى ولكن لا نحب الذين خرجوا عن جادة عيسى وموسى ونقاتلهم كما نقاتل المنافقين المارقين من الذين يدعون الإسلام الإرهابيين مثلا نحن نقاتلهم وإن يدعون الإسلام وكذلك من الصهيونية سوف لن نقذف مكتوف الأيدي وهم يهينون وهم يهينون التوراة ويهينون الإنجيل فلذلك نحن المسلمون وأقولها بملء فمي ندافع عن محمد وندافع عن عيسى وندافع عن موسى وندافع عن إبراهيم لأن الدين واحد أن الدين عند الله الإسلام وإن الله واحد قل لي بربك كيف ممكن أن يكون الله واحدا وهو ثلاثة لا تقول ثالثة ثلاثة يا أخي ارجعوا إلى فطرتكم هذا موضوع آخر فضلت الشيخ هذا موضوع آخر شكرا جزيلا ما أريد أن أأتي بنقبة في كتابكم ترجعني إلى كتابي وحتى عنوان موضوعكم هو تشكيك بنبيي أين الإنصاف والعدالة أيها المسيحيون عشان هيك عطناك الوقت عشان ترد على هذا الموضوع طيب أعطي الفرصة لأخ كريشن كمان معك خمس دقائق عشان ننهي بها البرنامج اليوم تفضل الشيخ الحسيني يبكي وهو الذي وافق على عنوان الموضوع إذا كنت لا توافق لا توافق لماذا أتيت أنت تبكي لأجزك ثم الآن جميع سمعك وأنت تكذب أنت قلت نحن لا نكثر المسيحيين أنا أقول لك هذه ليست شتيمة يا كذاب تقرأ معي صورة المائدة الآية رقم 73 وهي تقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالثة ثلاثة وما إلى آخر الآية كيف تكذب على الناس وهناك ملايين يسمعونك وتقول نحن لا نكثر المسيحيين وأنت الآن قد سألتني كيف تقولون أن ربكم ثلاثة ثم تقول أنكم لا تكفرون أي أنك تعنينا أنك تتكلم عننا فأنت يا شيخ كذاب وأنا لا أشتم هذه صفة موجودة فيك وقد ضبط بالجرم متلبسا وقد قلت من لحظة نحن لا نكثر والقرآن أمامك يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالثة ثلاثة إلا إذا كنت خارج نعني لك الإسلام ولا تعترف بهذه الآية ثم أنك قلت بأنه سوف تطهر العالم أنتم مسلمون سوف تطهرون العالم من أمثال من الأمثال من المسيحيين واليهود يعني أنك تقول بأنكم سوف تذبحون وتقتلون وتتكلم عن السلام والإخاء لمجرد أني لم أواثق معك أن تتهدد بالقتل وبالتطهير التطهير العرقي التطهير الديني أنت قلتها وسمعتها والكل يشهد عليها يا شيخ أنت تبكي وأنت تنادي يعني بصراحة في وعاء الكذب أنا سألتك هل أجاز رسولك التقية هل سمح لك بالكذب نحن موضوعنا هل محمد رسولا أم لا أنت يعني من كل دقيقة تقفز إلى موضوع آخر وإذ بك تهرب وتحاول الهرب أنا سألتك سؤالا بسيط ماذا خلق الله أولا الشجر أم النجمة لو كان أمامي طفل صغير لا أجاب لا تستطيع أن تجيب لأنك لو أجبت لفضحت محمد وكشفت أسراره وجعلته طراحة رسولا كذابا ولكن أنت تستخدم التقية كي لا تجيب أنت من تكلم عن عائشة وقلت لك هلستم أنتم من تشكموها وأتمنى وأتمنى يعني ببساطة لو يسمحوا لي المحطة لو وضعت عشرات التشجيلات بل أمامي الآن يعني كتب شيعية وهي تتكلم عن عائشة ويشرحون كيف تقول الآية وقد صغت أيمانكما صغت أيمانهم أي أنهم قد مات إلى الكفر فهم يتهمون عائشة حتى أنها قتلة محمد اذهب وشاهد فيديو الشيرازي اذهب وشاهد الشيخ الحبيب وغيره 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 يقولون وكل كتب المسلمين الشيعة تقول بأن عائشة وحرصة هم الذين قتلوا محمد وعند كتابك يقول بأن محمد معصوم من الناس وأنتم تقولون أن عائشة هي مجرمة وعائشة هي شريرة فكيف يكون معصوما من الناس وإذ بالله يوقع به بإمرأة شريرة كهذه وتتهمونها بأنها شريرة وتقول أن محمد معصوم بل أنكم امتددتم بالعصمة فجعلتم أولاد محمد معصومون وبالتالي فأنتم من ألأتم البشر أن الشيعة يقوم على حديث يقول بأن محمد قال أتركوا معكم كتابي وإترة أهل البيت أي أن الإسلام هذا الشيعة يعتمد على شيئين القرآن وأفراد أهل البيت أي أنكم ألأتوهم فأصبحوا الله على الأرض فكنا بمحمد واحد فأصبحنا بمحمدات كنا بعلي واحد أصبحنا بعليات كنا بآية الله واحدة فأصبحنا بآيات فحتى أنكم سميتم البشر آيات آية الله الخامنئي آية الله السستاني لماذا هم آيات؟ هل لأنهم معصومون؟ نعم لأنكم ألهتوهم وجعلتوهم فوق البشر فهم لا يخطئون وهم لا يشركون ولا هم يفعلون أي شيء آثم وبالتالي أصبحوا فوق البشر ولهذا أنت تأتي ألي وتقول نحن المسيح نسيحيين أهلنا البشر ولكن الحقيقة أنتم من ألأتم البشر فالإسلام يقوم على ما قال الله وقال الرسول وبعد ذلك أضاف عليها الشيعة وما قال أهل البيت فأصبح الإسلام خبيصة فلا نعلم من قال وماذا يقول لدرجة أن القرآن ينسخ بالحديث على سبيل المثال أنت كمسلم شيعي تتمتأ وتقول لي أن هذا كتاب من عند الله كيف يجيد رب المسلمين الاستمتاع بالنساء بنفس المال أليس هذا هو الزنا بعينه؟ هل سمح موسى بالزنا؟ هل سمح المسيح بالزنا؟ هل سمحت أي شيء؟ شكرا أخي كريشان وقتك كان انتهى أنا راح أحقد مكالمة حاليا شكرا أعزائي المشاهدين ننتظركم على التليفون أخ يوسف مساء الخير فضلا شكرا أعزائي المشاهدين